فالإخوان سنبدأ مع هذه القضية جونتان هاروش وكتعرفوه بلي هو يهودي وكينتاميل الطائفة اليهودية المغربية إضافة فهو رجل أعمال معروف فهو كيمتالك مجموعة سيتي كلوب اللي هي دائعة الصيت وطنيا كما أنها تخينة كنمزبلها مزيان بحيث أنه ارتكب مئات الجرائم على البنات المغربيات اللي كانوا يشتغلوا معاه وغنبدأوا بالإسم جونتان أو يونتان هي كلمة عبرية أو اسم عبري وكتعني باللغة العربية اسم إله إسرائيل التوراتي مزيان إذن فغنبدأوا مع هذه القضية من نقطة لتفجرات وهو من اللي اسم معناه أنه تعتقل في واحد لوطيل وكانوا معه جوجبنات وكان يتناول كوكايين وليكستاق فالمهم أن سي تعتقل من طرف الرجال تعالى بين بيجة يعني الفرقة الوطنية وخداوه حقوا معاه من بعد وزوه القاضي التحقيق وقاضي التحقيق بطبيعة الحال التامس أنه يدار في عوكاشا وهو حاليا كيتواجد في البريقة ولكن فقبل ما ندخل في التهم اللي متابع في هاتسي جونتان فغنعطيكم شنون العلاقة مع الراقصة ماية بهاتسيد فبمجرد أن الأخبار خرجت بلأنه تم اعتقال هاتسيد هذا غتخرج الراقصة ماية وغادي تدفع عليه وأكثر من ذلك غادي تحدر البنات والفتيات المغربيات اللي كانوا خدامين مع هاتسيد باش ميمشي وش يديروا به شكايات لماذا؟ وهات الشي اللي قد تسمعوه اخواني اخطر مما يكون فهذا اليهودي كان كيستغل وضعية والهشاشة الاجتماعية ان تعدوك الخدامات المغربيات اللي كيشتغلوا معاه وكيبزز عليهم أنهم يديروا معاه شي ممارسات شنيعة جدا لأنه اللي كانوا كيتصوروا من بعد يبيع دوك الفيديوهات في المواقع ديال الإباحة كما أن الأمر ما كانش كيكتافيه فقط بذك الشي اللي كتعرفوه الرجل المعمرة كيتصوروا وكيتبعوا دوك الفيديوهات وكتعرفوا أن مثل هات الفيديوهات كيتبعوا بمئات الملايين يعني فلوس صحيحة كما أن السجنة باش يزيد يجيب الأرباح أكثر فغيطبر واحد الأسلوب ديال الجنس ولكن مع الكلاب وهنا غيجيب مجموعة من المغربيات وغيبزز عليهم أو بخاطرهم أو مقابل فلوس أنهم إماسوا الرديلة والجنس مع الكلاب ودكش يمصور إخواني الغريب أن هذا الشخص سنواته هو كيعمل هات الشي وده بتسأولي لكم شنو هو علاقة الراقصة مع هات السيد فالعلاقة بسيطة جدا هو أن الراقصة معايا كانت كتشتغل عند هاد اليهودي أكثر من ذلك كانت كتخوف الفتيات باش ميمشي وش يديروا به شيكايات وكتقول لهم أن هذا فرعون زمانه وأنكم غتصوروا منه حتى وزا كذلك فيقال على أن هات الشيخة مايا أو ما بين قوسين الباترونة انتا زدك زدك فيقال على أنها حتى هي ربما كانين تشجيلات وهي تمارسو ذك الشيء سواء مع الكلاب سواء مع الرجال ويقدر حتى مع الفتيات أو البنات وهنا غادي نرجع للتصريحات انتا على للا الشيخة مايا فهي أم الأيتام فأي إنسان يتيم وما عندوش فيني برونشيه كي يجي عند الرقصة مية وغاي برونشيه لأنها ملك عمومي فالصداكة تقبل حتى ديال الكلام فما بالو كان ديال البشار وإلى رجعنا إخواني الواحد تصريحات انتا عاد المسخة نهار قتليهم أنا ما كان صلي ما كان صوم ولكن من اللي بغين تواصل مع ربي كان تواصل معه بلوتوت أو شيء مع هذا القبيل اللي مش قال تويفي مهم بحلاكة وغاتي بشي تهجم على الناس اللي تيقصدوا المشازين باش يصليهم وغاتنعتهم بالمسخين وأنصبابتهم خانزين وتقشرهم حتى هما مزفتين ولكن الناس اللي قتقصد البار أو الملاهي الليلية فهدو تكونوا الناس صنقيين وعندهم روائح حزينين وما تنجموش فيهم ريحة العرق وكما قلت لكم هذا كلام أم الأيتام الشيخة أم مايا اللي قتقبل على كل شيء فمنك تلقى أمثال هات الصبيصة والمتابعين وأجمل ما يكون أنها تعطي لنا صائح للمرأة المغربية باش تكون ناجحة في الزواج انتحها وفي حياتها مع العلم أن هي مطلقة لتدي الرجال وهدو اللي عندهم كارت غريز أرى لي الحارقين فحدث بلا حرج ولجينا اللسقهم ربما غنبنيوا أكبر لوتوروت في المغرب فهي معروفة على أنها أكتيف وضاربة لكيلومتر كما أن السؤال على شمي تفتح الحقيق مع هات الشيخة وكيفاش القضية الجديدة اللي نتنشوفه أن الشيخات والصبيصات فوق كل الاعتبار أو لهم هيبين على القانون وأما القضية دي الإخلال بالحياء العلنية فهذه قعمة كل مشالية وكأنها ما كناش عندنا في المصطرة أو في القانون الجنائي فكيف يعقى المؤخرا عندناه يام دبزتنا هاد مايا فلاش ما كيتستحش معهم تحقيق مثلا وكأننا اللي نتنشوفه واحد نوع من المحابات للشيخات وزوماحات والناس اللي كتخسر الهدرع على حساب الناس العادي المواطنين واللي ما كأدي وتشوح إذن إخواني إنه زمن التفاهغ ودباء إخواني غادي نتوقف واحد الوقفة بسيطة مع السي رئيس الحكومة سي أخنوش واللي كتعرفه بأنه أحسن رئيس حكومة داز التاريخ المغرب رجل نازي هو معقول ومعندوش معتاش فارت سي خنينيش غيخرج ديوم غيقول لهم بأن المغرب تمكن سنة 2023 من أنه يصنع سيارة في كل دقيقة الله أكبر إنجاز كبير هذا بصحة الشي فاش غيفيد المواطن المغربي الطبقة المتوسطة والفقيرة مثلا تاني حاجة وش هات السيارات كتعطيهم فابور للناس ولا ما فهمتش ولكن سي أخنوش ماخرش تكلمتين على صحة ولا الناس اللي كتموت كل تلاتين ثانية ماشي كل دقيقة فكنضرنا مثل هات تقارير متى يوصلكش زائدو حت القضية خورة ديك القضية نتاع ثورة اجتماعية او داك الشي اللي درناه في تلاتين ما الدرج تلاتين سنة بغيت نعرف فإخواني باش تفهموا تصريحات انت عازيز اخنوش فهو كيتكلم على الاغنية لمسا كنستفدو من هات الثورة الاجتماعية والدعم الاقتصادي تحت اسم استثمار هاتي نقطة بينما واحد خمسة وتسعين في المية من الشعب المغربي كان قصد الطبقة المتوسطة والفقيرة وكان شي حاجة اللي تحت الفقيرة جدا فهدو طبيعة حال استفدو من بناء السجون او توسعة السجون او من الحبس لانه اخواني في المغربي اقسم اليك يمينا فالدولة كتكرم على المواطنين تحت اما بغمغام الحبس واما الزرواطة واما الموت يعني يصير موت في الاهمال بالصحة ولا يصير موت في البحار ولا حار قراسك ولا ضرب راسك مكتر يام ميسو وقولكش هادو فيما يتعلق بخمسة وتسعين في المية انتع الشعب المغربي اللي هما اما طبقة متوسطة او موظفيين كالتعليم او طبقة فاقيرة اما دوك خمسة في المية العشاك اللي انتع اخ النوش ومرا يحفيد العالمي بنجلون فهادو لا هادوك يستعفدو او البيادة قنتحهم اللي تيحطهم في الواجه هاو يعطوهم مثلا خمسين مليار كما اخدها سي وزير شباب سي مدي بن سيد خمسين دل مليار اخدها دعم من طرف الدولة باش يدخل في واحد الشركان تعصناعة السيارات متى نيو موتورس مع العلم ان هذا الرجل عمره ولا الشغل ولا خدم بشي حرفة كان عاطي غلل العاس حتى بقدرة قادر في خمس سنوات والتي تقريبا تروا انت يالوك واصلة حتى التسعين دل مليار وهذا طبيعة الحال ما يتطلع عليهش المؤشر كيبقى المؤشر ديما هارت شأنه شأن البرلمانيين تتوسف المالي تيغيبو اخواني اخواتي من السادة النوام ومع ذلك ما كيتطبقش عليهم ذلك الاجر مقابل العمال كما كيتطبق على الاستاذ او على الطبيب او حتى على كتاب والضبط في المحكمة كما دار لهم السي وزير التقاشير فبالاضافة الى ديك ستة وتلاتين الف درهم لو طيل تنقل كل شي خالص يا بن عمي وده بغان توقفوا مع ذلك التعديل الحكومي ربما يقال على انه يقدر يكون غدا الخميس فالماليك غد يترأس واحد مجلس وزاري هناك حديث انه ربما يكونوا تعينات ويكونوا ازالة واحد تستنتع الوزراء بما فيهم ثلاثين تاع الوزيرات وتيبقوا هات الشي مصادر الصحفية صراحة المكاناش يكون شي تعديل ما عليهم انهم غاي يكونوا تغيير ولا هم يحزنون ولكن على الاقل شيق ما قم ما نعودش نشوفهم لانهم وتيمتلوا البؤس وتيمتلوا الظلم وكيمتلوا اليأس لدى المواطن المغرب وده بغان تكلموا على واحد الوزيرة لهي عاروسها فهات زوجات مليولات وزير هات سيدات منتها غاية مزور فبعد الفاضيحة ديال شراء السيارات الفارهة جدا وغايت تشري سيارات بمئة وتمانين مليون مئة وتسعين مليون وكأن الوزيرة يعني كتعشق انها تركب هات السيارات الفارهة فاليوم عرفتش دارت اليوم مشت تكري واحد البناية مرهونة لدى مؤسسة بانكية عرفتش حال بسبعين مليون شهريا فتصوروا بناية غايت تكرى بسبعين مليون وخصكم تشوفوا الحال انتع هاد البناية وزيد على ذلك غايت تخصص مليار وخمسمائة مليون باش تصلح هاد البناية باش تعرفوا كيفاش اللعب فهاد البلاد السعيدة كيفاش دير انا غايت نكري دار او بناية بسبعين مليون وغايت نخصص مليار باش نصلحها يعني ما معنى هدلك معنى انها نصلحها لدوك الناس تاع البانكة ولدك السيد اللي غايكري هالي غايستافد من دار اصلاحات مليار وخمسمائة مليون وغايب قشت سبعين مليون شهريا شوفوا التنز شوفوا اللعب شوفوا الفلوسكم يا مغاربة في كاتفشي حيث انتبه الناس المخطورين موسيقى اشتركوا في القناة